اهزة جزء الرابع ان شاء الله لهذا المخطط شنو قلنا نشرح به هذا الجزء الطابق الثاني تمام الطابق الثاني اريد ارسمه هذا الطابق ثاني شاذنو اسوي ما ارسمه من جديد شو بش راح اسوي راح اخذ كوبي للمخطط تمام كوبي تمام عشرة كوبي اجيب هنا واضح لدي internacional اقلي اسوليت اروض عن ايزوليت تمام 10 كتابه اسوليت 10 да ارابط الآن الهاج لا iht Grant المحلات لا يحتاج من المحلات المفروض دعونا نعتبر هم موجودة السيارة لا يحتاج هل ستحصل على حسابه هل ستحصل على حسابه هل ستحصل على حسابه صار عديل هذا هي شقةين هذا الدرج يفتر ويأتي من حجر ويأتي منها ويأتي منها للشقة هذا باب هاي الشقة وهذا باب هاي الشقة إذن الدرج بعد ماك منقط صار شنو كله ام اي انتر كله الساعة اللي هو صولت هاي هولا الحملية الحملية الثانية شقتين بالنصفة تمام بالنصفة إذن هذا الخط شبيه مستمر إذن اي اكس انتر انتر أنقر على هذا الخط ما يجي او كي ماك مشكله شا سوي له على مد ما يجي انقر على الخط تطلح هاي العقدة هاي الزرقة العقدة شفتوها للزرقة انقر عليها صار الخط بيدي هسا أسحبه والأرث شغال واجيبه انقر هنا تمام صار لا لا تمام هذا الخط نفس الشي انقره من العقدة واجيبه قاعد هنا تمام صار هسا قطع للشقةين هذا المفروض هم مواصل تمام نهاية اي اكس انتر انتر انقر هذا وانقر هذا هذا الخطة مسحة وبيش مسحته بالزرقة شوفوا ايدك واحدة تتعود ان الشغلة اللي تريدها متقاطعة واشي زرقة اذا هاي لا ما تفيدنا اذا الزرقة تفيدنا على المتشرة بس هو تير انتر انتر مسحت هذا تمام اجي هذا الباب مع الخط مانتة اللي هنا هو هنا الباب نفسه عشرة الباب مع الخطوط مانتة مرر مني اشوف هذا القطع واحدة لا اذا نرسم لي لاين هنا اشرها مرر اشرها مرر اخذ غير امر اوكي ام اي انتر انقر هنا ان انتر تير انتر انتر مسحته هذا وامسح هذا الخط وهذا الخط من المسح اشرها وديليت وهذا نفسش تير انتر انتر مسحته اثنان هذه الغرفة هذه الشقة وهذه شقة ومرضة والله هذا اي اكس انتر وصل اق Crew ونقل هذا كله مرر على هذه الجهة واضح؟ ماذا أفعل؟ أجعل هذا الباب أمسحة لأن أريد أن أخذ كوبة حتى الباب أخذ هذه الشكل زرقه وأجب هذا الاتجاه تمام؟ عشر دولار تأشروا ما أريد أن أشروا؟ عشر هاد تأشر هاد تأشر تمام؟ تأشر دولار مرر بالضبط على هذه الجهة مرر من السنتر نص القطعة بالضبط صح؟ أنقر أسحب هيج وقليت ماذا حدث؟ جاب ليهم بالضبط الحماء متوالية هاي الشقة صار هنا إذن شقتين وهذا ممر تمام؟ وهذا باب وهذا باب وهذا هاي الشقة مستحيل أن يكون باب على المنور من الطبخ الأبوك يشمر روحه؟ فهذا اللويال الباب وهذا هم اللويال الباب تمام؟ وهذا ايكسنتر انتر وهذا ترم وهذا ترم امسحة وهذا ترم امسحة وش سوي؟ أحط شباش هنا فوق الباب ذاك تمام؟ أشر هذا شباش الزغير من كوبي أجيبه وين أخليه؟ أخليه هنا ايكسنتر انتر هاي ثم أشر هذا مرر من هذا المكان انتر اجهنا تمام؟ لهذا من يرسم واحد مخططات في المكاتب من يقول لك مثلا مثلا يقول لك ارسم لك مخطط طابق أرضي قيمة كذا بس من ارسم لك طابق أرضي وأول بقيمة كذا بس شوف انت طابق الأول كل شيء اخذ قليل على المبلغ لانهو اصلا طابق الأول يطلع مباشرة من طابق هذا وهي يعتبرها بناية تراهيل بناية نفس الشيء بس مجرد تعدل بالطابق نفسي فتعديل بسيط احنا ما طولنا رغم انه جاي نشرح شي قد طولنا بيها وصلنا لها المرحلة تمام؟ ورغم انه أنا جاي شرح ليس جاي أشتغل وحدي تمام كملت شو اللي حتاج؟ صالة كوبي اخذها خليها صالة اعتبر هي هاي صالة مو هول اسمها الصالة تمام؟ غرفة نوم ما موجودة هناك كتابة غرفة نوم لنفرض نبوكها من ذاك المخاطط مو مشكلة نجيبها ايدي انتر اشتغلها نوم تمام؟ طلعت شبيرة اسحبها انقرها منها واسحبها هيت صارت سطرين انقر على هات واسحب صالة السطر باحد تمام؟ شبيرة اشتغلها السي انتر انقرها بأي مكان بوينت ستة صارت ستين بالمئة من حجمها تمام؟ الصالة شبيرة ام اي انتر انقر عليها هاي وطيحة الصالة تصير نفس الحجم تمام؟ وهي نفس الشيء وسطها بالموف ام انتر وانقر عليها ووسطها الغرفة هاي هي نفسه هنا الغرفة كوبي سي او انتر وانقر هنا اجيل الحمام نفس الحالة ابوقه منها او اخذه منها او اخذه منها مهم تجيبه منها هنا وهنا وممكن انه يكمل شقة واحدة واكتب بها كلها واسحها كلها افتح ممتوها؟ معنى هاي كأنه هي ما مرسومة كلها امسحها كلها وهاي يكملها كلها بدايما تسوي مرر تطلع هاي ثاني الشقة المهم نعتبرها هي هاي وهي نفس الشيء كوبي اجيب هنا ناص وهذا نفس الشي ناص مناور نفس الشي كتئ كلمة منور اجيبها كوبي سي او انتر نفس الشي وهو مناور وهذا منور وهذا منور تمام الديمجن ما اقيسه من جديد اشرا هاذا نفسها كوبي من هاي النقطة واجيب اوين الى هاي النقطة صار الهاي تمام واضحها العملية لون عيته عيته دامنشن بدل ما كتب هنا دامنشن القطعة هي نفسه هنا صح فاخذهم اثنين هم دامنشن القطعة نفسه كوبي سي او انتر اشرب من هاي النقطة اللي هي حد اللي قطعة منا اجيب نفس الحد اللي هنا وصارت نفس دامنشن المحلات خليت تولي ماك وال عفو واي تمام وهذا نعتبره سطح خلنا نعتبره سطح حسن هذا نمشي الى هنا هذا المسحة دليت هذا المسحة دليت هنا ونحط لنا خط قطع هنا على موت هذا نفصل عن هذا على مصرخ هذا قطعة مستقيم محته ام اي انتر هذا هنا وهذا هذا سوي سطح بلون مثلا وليكون لون الدرج هذا سطح المحلات تمام من فوق اه هذا هنا بل اكون لان هما من صعدة او لازم اكون ممارسة ونحط لون على القراج ونحط لون على القراج ولكن هناك خط وهذا مفتوح على القراج بعد السيارة تبين هاي السيارة سنعتبرها موجودة هي بالضبط هنا هنا هي السيارة سوف افجرها مو داعش سوف افجرها ثم سوف اترم ام سحاب وام سحاب ايش بيينت السيارة بيينت هي جو السطح كشكل ثم ام اي انتر انقر على هاي السيارة لونها واجيب اقليه السيارة هي مبينة نصها وهذا النص مسقف ثم او انتر 10 انتر مثلا اللي هنا وهذا نفس الشي ترم ونعتبرها هي هاي نعتبرها هاي نعتبرها انه هاي طار مطالعة وهي بوكي جا يمشون يدفنون للشقر عيب كيفنا بس احنا نخلي هي شي مقصد على مدة السيارة بترحل تمام؟ هاذا ما موجود بعد نعتبر هذا السطح واحد تمام؟ وهذا عندي محجر منا ماشي محجر منا وهذا المحجر وهنا انا راح افتب بالكون او سطح هذا بالكون او موزع للدخول مايتهم وهذا سطح فوق المحلات فوق المحلات سطح 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 تمام؟ صار ننقر على الحيطان ونقر على انتر تمام؟ ما عليك بهذا هذا منطبق الارضي تجي لهذا شو بي هاي زايدة خط زايد كأنه جاي سوي لك الله يذكرها بالخير والله يذكرها بالخير الاستاذة اللي درستنا بالجامعة بسنة الالفين بصف الاول او الثاني درستنا على اوتكاتشان قبل فشانت تقول احتبروه مجرى مين اوكي؟ فلازم انت دائما تفرغ من هاي الامور اوكي؟ فانت تفرغ من هاي كنت تعتبرك انه مجرى كامل ما بي هاي القطع علمودي يبين شغلك صحيح رسمك حلو دقيق مية بالمية ما بي هاي الامور فانت هسه بس بالجدار كملت؟ اوكي حلو؟ هسه شنو تسوي هنا الشغل ضوه من هو التهشير تمام؟ فهنا نشوف اشتغل التهشير تجي هنا تقليه التهشير ثم اتش انتر تنقر على هاي صار التهشير بيه عافو اتش انتر هاي تهشير هاي تهشير هاي تهشير هاي تهشير هاي تهشير وليش قلت لكم لو نكمل واحدة شقة تمام؟ مرات تصادفنا هاي المهمة يقول لك انه انا جاي سوي تهشير انت تريد تسوي تهشير بس ان البونداري شكل هذا اللي هو المجرع ما مزدود او متقاطع بيتقاطع فيقول لك انه اوقبين بين هاي الابجيكتات اللي هي بونداري بيها انه اكو اريا خارج الشسمة فانا حطيت لك دوار حمر مؤقتة حتى تبين لك وين الخلي حتى تتركز عليه اقول له خوش رحم الله ودي اجي هنا القدارة حمر اللي هي هنا تمام؟ بس جاي يشوف انه ما اكو شي هنا او دارة حمر حاطة هنا ما اشوف شي هاي مرات هو ها مرات هو يخربط بكيفة تمام؟ ما اكو شي بس هو يقول لك اكو شي بس يسوي له باونداري تمام؟ تتحول على الجدار هاغ الجدار قل له بي او انتر انتر تنقر على اي بي او انتر انتر تنقر على هاد يقول لك ما مسدود ما مسدود وين اللي ما مسدود طلع ما يخربط الاوتكاد زينا خلنا نشترك له ونقل له جوين تمام؟ هسه شنوه؟ صار قطعة واحدة هاد وهذا قطعة واحدة تمام؟ خلنا نقل له هسه هاتش اشرته حتى تطي جوين تشير اتش انتر شكرا جزيلا اذا كان يريد اجوين تمام لان قطعة مستقيمة اجي هنا اذا هو ما يخربط احنا نخربط والاوتكاد ما يخربط تمام؟ احنا نقل له نفس الحالة بي خلل اقل له اوكي جوين اعشر هذا كله هاد وهذا الوية وهذا الوية كله لانه هو مجرى واحد ثم اقل له جي انتر اج انتر تمام رحم الله وانديك خلصت هذا الخط زايد شفته؟ اعشره قليت تمام؟ هسه شنوه؟ انا اعزلت خلاص العمل كملا بقبس الدامنشن داخلي ثم نضع هنا كوبي مخطط الطابق الارضي مخطط الطابق الارضي مخطط الطابق الارضي الدرس الجاي الي هو يوم الاربعة يرحمكم الله يوم الاربعة ومكتب مخطط الطابق الارضي ومكتب محطط ومن المهندس المسويه وعنوان المخطط والسكيل والتاريخ وكل هاي الامور شيت نظامي ابيض وتطبع من اللي اوت الشغل النظامي اما احنا هسه اريد نطبح هذا مؤقتا 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 اريد اطبعه هسه اخذنا بحاسبتي اش راح اطبعه؟ راح اطبعه بطريقة السنكت الي هو برنامج بالPDF راح اطبع هذا الملف على شكل شنوه؟ PDF كروبات اخذ النظر الاعتبار عندي لغة العربية اللغة العربية بالPDF العادي ما البرنامج الى DWG2 وPDF العربي يقلبه يكسر لك الارقام فانت اما تنصب بالكروبات البروفيشنال الي هو الكامل الي ينزلك طبعه جميع البرامج برنامج برنامج اكروبات هاي العادي عربي او تنزل برامج موجودة بالانترنت اسمها الطابعة الوهمية بالقوغلف تكتب الطابعة الوهمية وتنصبها او هذا نفس برنامج التسجيل الي انا جاي سجل به برنامج تريد يدزل واحد صورة دقة عالية فنفس الشي هذا البرنامج الي انا اوقفوا البرنامج واطبع هذا المخطط بسكيل اطبع بسكيل على صورة كلش حالي تمام وقدر نفس هذا المخطط اخذناه بامتداد DXF شنو فايدة هذا DXF يختلف عن DWG DWG امتداد الواتقاد DXF هو نفس الشي هم امتداد الواتقاد بس هذا الملف يتعامل وياه جميع البرامج الاخرى ادوبي 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 فوتوشوب إلستريتر كلهم اندزاين يتعامل وياهم الكوري درو اللي يشتغلون بالعقد مع عقد هاي الامور اللي هم هذي ويتعامل وياه حتى البرامج ثلاثية لعبعات 3D ماكس غيرها وهم حتى يتعاملوا عدد DWG بس الديكسف افضل اخف ورفض نفس الشي وحتى البرامج اللي هي هاي ابسط البرامج اللي هو الورد طريد تجيب الديكسف هذا به هما تجيبها مدام DXF يجي ينزل كرسمة بلورد بس مو ينزل رسمة تقدر تعادل عليها تنزل رسمة عالي فهذا الديكسف احنا نجيبها المهم شون تطبع كملخص بسيط ونطلع كنترول بي من الكيبورد او مننا وقل بلوت او برنت تطلع لك صفحة الطقاعة تختار منها هنا اسم الطابعة اللي انت تطبع بيها طالعت السناك جيت اللي هي شنو هاي البرامج اللي هان جايسة جلبيهم هاسا تمام وطالع علي فاكس وادوبي ادوبي بي دي اف اه اه هاي ما عليكم بي هاي تشتغل اذا كان نصك كلها بالانجليزي عادي اطبع بس اذا بالعربي يكسر فلازم انتعدلك او دوبي بروفيشنال هنا بهاي الحاسبة اي جاي بي جي بي جي بس مو رزوليشنة عالمة هاي مال هذا هذا خرافة رزوليشن المهم بعض لهاي المهم من تطبع تختار نوع الطابعة وليكن رانا راح اختار هاي الطابعة قل لحجم الورق طبعا هنا راح اطلع لك حجم الورق حسب نوع الطابعة هنا هاسا بس اي فور اذا استخدم الطابعة الريكو راح اطلع لي اي فور و اي ثري بيها لان حجمها اي ثري واذا استخدم بي دي اف مثلا راح اطلع لكلها اي وان اي زيرو كيفي المهم احنا راح نجيها بدرس الطبعا ان شاء الله بس المهم حتى نخلص الدرس راح اختار هاي راح اقل له يوز هاد اي فور وندو وندو يقل لي اختار الوندو اقل له هي هاي لبتطبع لياها بورتريت معنى شنو عمودي سنتر معنى بنصها هنا فتو بي بار معنى من بسكيل وذوت سكيل بس اطنيها على قدر الورقة وشوف الشن طلعت عندنا هاي الكتابات الانوان ما طلعت بلا بيض ما تبين بس احنا المفروض نغيرها او ما اريد اغيرها اريد اطبعها اسود وبيض فاجلنا نحولها الى غري سكيل غري سكيل وقل له اوكي قل له راح حولك كلها اسود وبيض وقل له ما يخالف برو فيو تمام هيتش اي ما يخالف علاقة تنطبع سكيل تبقى شغلة السكيل اللي راح ننسى ان شاء الله نطبقه بكل قوة ليش انا قلت له فت وبعدين قلت له برو فيو وبعدين اريد اتأكد من اسكيل اش كاتب لي هنا واحد الى هدعش بوينت ستة وتسعين قصده واحد الى كل واحد ملم على الورقة على الورقة الحقيقية المطبوعة يساوي هالكد يونس اي فانش اقول له كل واحد ملم على الورقة يساوي 10 سنتيم لانان بالسنتيم فش راح يطلع دي كل سنتيم على الورقة هو شنوى متر تمام اذا سكرجد واحد الامية واضح فبدالكال الملم دائما تريد تطبع واحد الى 100 وكتب له واحد الى 100 تمام اكتب له واحد الى 100 واحد الى 200 تريد تطبع سنتيم اكتب له واحد الى 10 اذا واحد ا börido che واحد الى 200 واحد الى 50 واحد الى 50 اذا تريد تطبع خمسين واحد الى خمسين تريد تطبع بالمتر واحد الى واحد تمام تمام وهكذا تسمر هاي عشرة اذا صارت شنو واحد واحد الى مية تمام راح قلها برافيو وقلها اوكي يقل لي هذا بواحد الى مية بس شنو طلع منها شوية هاي طي وندو الوندو ماتي ليش مطلع الشارع كلها انقر منا بس اريد المخطط ماتي وشوية من السيارة والكلمة مال الشارع بس هاي كافي اقلها واحد الى عشرة اوكي تمام هاي راح اطلع اليها والسيارة هاي مقطوعة ماك مشكلة هذا من اكتب له على نفس المخطط مخطط طابق الارضي واحد الى مية اطبعها هسه قيس هاي الالف تطلع عشرة سنتيم مية بالمية تمام طايت على المواقع هذا بالسنتيم والهاي انه الملم على الورقة يساوي هالجد من خليه اذا عشرة ملم هي سنتيم اذا نسوي واحد الى مية اذا واحد الى عشرة بس انتو حفظها بها طريقة الى المساعد الارقام ان شاء الله هزه راح خليه خلصنا نطبعه وخلاص في امان لا اوكي وانتي شكرا جميعا